السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا 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 يا رب جميع تكونوا طيبات وبخير وفي احسن صحة واحسن حال يلا نبدأ يومنا النهاردة هندلع ولادنا شوية كان فسون في بنكيك عملت معك قبل كده كذا مرة بس انا بقى عملته بالطريقة السريعة جدا جدا انا حاطيت كل المكونات في الخلاط حتى دي ما نخلتوش وضفته على باقي المكونات وكنت بصوب كمان من شفشاء الخلاط في الطاصة حاجة كده سريعة طبعا بتاكل جنبه عسل او اي صوس يعني بس احنا بنحب ناكله كده والناس التفهل زي برضو مهما كان سنك ما تنسيش انك ست تفهل الناس اللي كاي بتحب ويندوز وطبعا ويندوز مقطع فجايبه لكم بديل نفس الهشاشة والطعامة بتاع دويندوز هو افلامينجو ده حبه اوي بتجيبنة المتبلة في منه بالطماطم في منه كمان بالفلفل حلو الحار بس ابني بيقول انا اعتبرته من المقطع ما عجبوش خالص هو تعمل بيزا الحار كده تعمل زي بيزا الحار بس يعني ايه ما كانش قد كده وطبعا في منه بالسوداني اللي كلنا كنا زمان بيحبه او مش كلنا يعني ايسمع ان فيه الناس ما كانتش بتحبه اللبسه داني يعني بس انا عنافس كنت بحبه لو تفكروا كده الكيس الشفاف كان كيس كبير وبجنيه حد عصره يكتب لي كده في التعليقات فانا بحب اقولكو عالسناكس البديل عشان لو لسه مكاملين في المقطع لقيت جوزي بقى جاي من الشغل فكانوا يبلون كرتونة كبيرة كده من اللي انا بطارخ في الشغل وازعوه عليهم طبعا انا اسمع ان يكلوا البطارخ من ده معدت تمنمية جنيه او والله زي ما بقولك كده بس مش عارفة عليه بصراحة انا عن نفسي انا ماليش في البطارخ الاحجام الكبيرة يعني هلما بتجي لي دوا طارخ سمك بوري لما بتجي لي في السمكة بتاعتي انا بديها الجوزي انا اخري بطارخ السمكة البلتي الصغير اللي هنا في دميات بنقول عليه شبار ده بحبه جدا يقوله عليه بطارخ اخضر انما الكبيرة دي انا ماليش فيها يعني مكتيل لو كانت بطارخ الرنجة اصلا يعني ومش دايما بارد اكله حسيت ان انا عايزة طبعا اتبقى جاي متكسارة وكده فحسيت ان انا عايزة اديها شطفة بس ايدي خفيفة خالص علي عشان طبعا ما يتشرخش ولا يتفتح وببقى في حتة لحمة من السمكة كده ربطة ما بين البطارخين ببقى قطعينها كده بالبطارخ فانا كنت بشيلها طبعا مش احنا لان هنناكل كل كمية البطارخ دي انا قلتها زبطها واشي لقى في الفريزر وبعد كده ايه نشوف هنوزعها ازاي انا اسمع ان فيه ناس بتحبها جدا عايزة كتو تكتبولي في التعليقات بتحبوها ولا لا وطريقتكو فيها ايه عشان انا الصراحة عارت تدخل على اليوتيوب اشوف طرق ليها انا عارفة ان اكيد بتعمل مقلية واكيد بتعمل طواجن فانا قلت ان ما شوف برضو بيعملوها ازاي ده انا لقيت فيه ناس بيحطوا عليها دقيق ولبن وموزاريلا وحاجات جميلة جدا وفي ناس بتشويها المم خلصتها وصفتها وعبتها كده في ادواق كانت عندي وغلفتها بستريتش راب وهشيلها في الفريزر قطر خيرا اني قاعدت برها لحد كده اه قلت النهاردة بقى ايه فشوفت الشيف شربيني وصدفة جاد بعملوها مقلية قلت ام اعملها مقلية تبلتها عادي زي اي سمك توم وحطيت عليها البهرات طبعا يفضل طم طازة انا للأسف اللي عندي متفرز بس ما عنديش طم طازة. حاطيت بقى البهرات اللي عندي يعني سبع بهرات فلفل كمون كصبرة اه ملح عصير لمون حاطيت كمان خل اه انا اقولت لكم انا حاطيت سبع بهرات ممكن تحطي ببركة اه عندك بهرات سمك انا حاطيت سبع بهرات دي بقى دي البهرات السمك هنا حاطيت شوية ببركة اهو. زودتهم عشان انا مش ضاربة توم مع فلفل. هو الافضل طبعا انت تضرب التدبيلة كنتم صحيح بقى مع ارن فلفل او ارن شطة مع ورق كسبرة خضرة المفروض يعني. بس انا ما عنديش يعني. المهم يعني عملت خلطة التدبيلة دي وجبت البطاريخ بتاعتي اللي انا اصلا كنت غسلها وهنقعها في التدبيلة دي. عايز اقول لكم كانت رحتها مفيش فيها اي زفارة خالص. لان انا اديتها لحد عملها بالطماطم. فكانت بتقول ان اياه كان في ريحة زفارة في الاول يعني لحد ما استاوت. فلكن بصراحة بالتدبيلة دي كان ما كانش فيها حاجة دي غير ان هي استاوت بسرعة جدا. ايه لما عملتها في الطماطم غابت معها على النار على ما استاوت. وبعد كده بس بتاعة في التدبيلة ربع ساعة. هبتدي عفارها في الديق وقال لي انا بقى كنت عايز احط مع الديق ده. شو رشة سبع بهارات رشة ملح. بس انا لقيتهم ما عملوها ما حطوش حاجة عدقيق. وانا خفت بصراحة احط لان اصلا طعم البطرخ بيبقى لوحده جوه السمكة. مش طايله اي ملح ولا اي بهاراته بيبقى طعمه حيل. فانا قلت لأ مش هحط حاجة زيهم. بصراحة لو كان عندي كيس فيجيتار كنت ايه كنت لاخبطتوا معاهم على فكرة. انا اكتشفت الموضوع ده لاني جوزي هحكي لكم حصل ايه يعني. اه فقالت عفرتها كده في الديق وقالتها في زيت. انا استخدمت الصينية دي خلاص خليتها من القلي. لان زي ما قلت لكم الهند بلندر كيت مبوزها لي قبل كده. السلاح سقط. وام واكيل الصينية يعني. بس كده. جوزي بقى ايه لما راح الشغل وزقل زميله عملتها ازاي في اللي قاله بقى انا قلتها بالفجيتار. قلت الله هاتي حلوة قوي كنت عملتها بالفجيتار. اكيد فجيتار نوع مش مقاطعة يعني انا عارفة تقريبا كنور مقاطعة. اه وفيه فجيتار بتجيب سيب من عند العطار بيبقى مطبهر وبقصومات وجاهز يعني. اه في ناس قالوا له ده احنا عملناها زي الكبدة الاسكندراني. في ناس قالوا له ده احنا آآ سلقناها الاول عشان نتخلص من الزفارة اللي فيها. آآ فانا عايز اكم بقى تكتبولي في التعليقات انتم بتعملوها زي. انا عملتها مقالية. كانت سهلة وسريعة وما غابتش معايا في السوى. وقلت على اساس ايه الولاد كله كل الولاد بيحبوا المقار مش يعني. بس انا عن نفسي لسه ما زلت عندي موقفي. اه كلت منها وكل حاجة. بس حسنا مش مستهلة المبلغ الفضيع اللي بتتبع بيه طبعا زي ما اطولكو هي جانة. احنا ودفعناش فيها حاجة. ده اول كده دور بوريكو. هي استود طبعا من جوابس هيكت سخنة في ايديها. ده بيكون شكلها. اللي هي المرملة كده المحببة اللي ايه اغلب الناس بتحب البطارخ بتحب البطارخ اللي هي المحببة دي. بس كده يا كانت اكلة سهلة وسريعة. وكاننا جنبيها رزة ابيض وطلعت كان باقي صنية بطاطس عندي في التلاجة. حطتها برضو سخنتها وحطتها للي عايز ياكل آآ جنب البطارخ. وبعد الغدى بقى شربنا شاي وكان عندي شوية صحلة بصغيرين باقيين من اللي كنت عاملاهم معاك وعملتهم للولاد آآ وانا والزوج يشربنا شاي يعني وايه والحمد لله زبطنا الدنيا يعني. اليوم النهاردة سهل وسريع يعني مفهوش تنظيفات زي كل مرة. طبعا آآ انا اسمع ان فيه بعض محافظات آآ ولادها بدأت امتحانات. يعني اللي هي الوزارة التربية والتعليم. طبعا الاظر بدأوا من زمنه تقريبا خلصوا. ربنا يوفق يا رب ولادنا جميعا يا رب في الامتحانات ويرزقهم فهم النبيين او حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك ارحم الرحمين. احنا ولادنا هيبدأوا امتحانات ان شاء الله بازن الله يوم الخميس. اربعا يناير بس انا حاسة ان الجدوى الحلوة قوية. ولادي في سنة خمسة لاتنين. فارق بينهم سنة وشهرين بس هما في سنة خمسة لاتنين. اه الامتحانات يعني مثلا عندهم اول مادة يوم الخميس. المادة التانية يوم الأربع اللي بعده. اه السنة اللي فاتت كان كل يومين يومين ورا بعض. مادتين ورا بعض. كل يوم. فكان الموضوع شاقش شوية. هو اي نعم رحم لان اخر يوم علوم ودرسات مع بعض. وقابليهم يوم واحد بس. يعني هي دي ما عرفش ليه حطوا المادتين كانوا حطوا واحدة مع مهارات واحدة مع تكنولوجيا وخافوا الموضوع شوية. اه المهم يعني ربنا يوفق اولادنا جميعا يا رب. وعايز اكلمكم بقى كمان اه على فكرة انا عايز اقول لكم السنة اللي فاتت اول ما اولادي بدأ امتحانات في السنة ربعة. انا كنت مضغوطة شوية ولما بيغلطوا بعض اتعصب وكانت اول سنة طبعا يمتحنوا بتاع السنة دي حسنا انا عندي لام وبلاء شوية اه عايزهم يتعلموا ويذكروا ويفهموا كل حاجة في المنهج بس لو غلطوا يعني اه تعصبت صراحة الاول اول امتحان شهر اكتوبر لان كانت الغلطات تفهة جدا وبعد كده قلت اه هو اصلا الغرض من وزير التربية والتعليم اللي هو عمل موضوع الالوان ده ليه ما هو الازرق ده من خمسة وتمانين لمية في المية طب ما هو انا ممكن انا بنتي جايبة خمسة وتمانين هتاخد ازرق زي البنت اللي جايبة مية في المية مش الفكرة ان انا بقعد قاعدة قارن انت جايبة اقل من فلانة ومش عارف ايه هو الفكرة واعيز الطالب يحصل بدون ما احنا نقعد نضغطه اصلا انت اقلم من خالدك اصلا انت ليه ما جبتش الدرجة النهائية هو عايز بس الطفل يحصل اكتر ما هو ليه بقى معتمدين على ان هو اه ياخد درجة معينة او نقعد نقارنه والكلام ده يعني فانا قلت خلاص مش عقود اتعي من نفسي اي نعم عايزهم طبعا يذكروا وبتحيي منعيني الولاد خلاص اقتنعت ان هي اخدت الاجازة من بدري من اقام الانتخابات وخلاص هم اخدوا الاجازة ربنا يوفق ولادنا جميعا عايزة بقى اعترف لكم بصير الخطير يعني لما كنتش اقول له قبل كده انا عصبية جدا جدا على فكرة خلق ايدي جدا جدا في تربيت ولادي ده بيبقى بسبب ضغط اصلا اه من الحوالية فللاسف بضطر اه اه يطلع على الولاد زي اغلب اه الامهات مش بفصل هما ملهمش زنب بتقيت اتعصم جدا على الحاجات بسيطة وطبعا الولد او البنت هو مش شايف نفسه ان هو غلطان هو اه هو فاكر ان ان مامته وبابا زعقوله بس مش فاكر هو عامل ايه عشان هم مازعقوله او او يعني حدفت ما هو ما نعمل ما نطفل اه عايزة اقولك ان انا اه قبلها بيوم قبل الفيديو ده بيوم او حاجة لقيت بالليل خالص جاي لي رسالك كده على الواتساب هي عندي على الواتساب فلاقيتها جايلي من موبايلي التاني اه القي نظرة على هذا المنشور فدخلت لقيت بوست كده من صفحة مش فاكرة اسمها اسمها مش مش سهل يعني فبتتكلم هسيب لكم الوقتي الرسالة على الشاشة بتتكلم عن ان احنا ما نصرخش في وش الاطفال وكسرة الصراخ والمقارنة وويويوي اه بتسبب آلم حزن الاطفال وماكنش سبب في حزن اطفال اكسب لكم الرسالة الوقتي على الشاشة اه فقلت الله هو هي الصفحة دي هي بعتتلي كده البوست كده يعني انا ساعات بيجي لي رسالة على الواتساب اعلانات اه حلل اه مش عارف ايه حروض ايه ان انا كنت غسلت البتجاز وشطفته بعد ما خلصت الموعين زي الشطورة بس انا مجبتش معاك وبقى وخدت الحب برضو ودعكت ودعكة ودي لحظة النهاية جماعة اللي احنا كل ست بيت بتحبها الرغاوي بتاعت الحود اللي في الاخر وحزن يبقى حد عادي وحطت بقت دي في الحود اه حارض لكم الرسالة وهكبل بقى كلامي فبصراحة الاول قلت ايه ده هو انا الصفحة دي هي اللي بعتتلي الرسالة دي من نفسها لان صفحة بالانجلش كده اه فقلت ممكن تكون يعني بس تصطيراتهم عارفوا منين ان انا زعقت البنت مبارح كانت ساعتها بنتي نايمة ولقيت الرسالة كالجالي من الساعة تمانية وشوية فعادت افتكر هي بنتي كانت مسكة الموبايل وقتها المهم يعني ايه هنكمل معاك وهعرض لكم رسالة بس ايه قلت بالليل اروأ عليه ومو اعمل شوية هوت شوكلت على مقصه اه ابني كان راح جابة بعشرة جنيه كاو خم بصراحة راحته حلوة جدا طبعا دول كان زمان بتجيبهم بخمسة حاليا من بعشرة وكان عندي حوالي معلقة صغيرة بقى عندي في البرتمان وكان عندي حوالي نص كوباية من بودرة الكريم شنطيه بقى يا معايا من ايام استحلب برضو لان كنت جاي برقتم استخدمت اه نصه لهي نص كوباية وبقى نص كوباية هم شايفين شوية كاكاو قد ايه هحط عنهم بقى نص كوباية الكريم شنطيه دي لو عندي حليب بودر كنت حطيت لو عندي اهوة سريعة الزوابان كنت حطيت انما انا ما كانش عندي اللي دول دي بقى الرسالة يا ولاد احذر ان تكون سببا في حزن اطفالك القصوة والصراخ والانتقاد والمقارنة سيهدم ثقة طفلك بنفسه وسيجعله يعتقد انك لا تحب اجمره بالحب والثقة والتقبل بلا شرط او مقابل فانت مصدر الامان الوحيد لديه فلا تخزله اخياله الرسالة دي بنت اللي بعتلي بناتنا كبرة يا ولاد والولاد وعيا وعيا انتو بتعملوا فيها ايه فلا بجد رسالة اصدرت فيها انا بضلت عدم تنحة اه ولما صحية الصبح قلت لها انت اللي بعتتي رسالة على الوصف بقيتلي اه اه فوالله يا رندا تبادي تشوفي السبب اصلا انا بتعصب ليه انت مش ملك برضو يا رندا قيتلي بس انا طفلة وبعدين انت تتعصب على الحاجات بسيطة خالص انها ضفت عليهم معلقة صغيرة مليانة من النشاة واقلب كل المكونات دي مع بعض فطبعا هي هي عندها حق فعلا هي عندها حق موفوض يبقى عندنا طولة بال انا على فكرة انا انا وصلت المرحلة بعد اقول انا مكنيش ان انا خلف بجد بصراحة مش قادرة خالص على موضوع طولة البال وانا نصبر على غلطهم استبجد هي الام المفروض تصبر وما انت ام ليه اللي ميزك عن غيرك يعني فعايزة اقولكو لو انتوا زي كده المفروض نخلي بالنا يا جماعة نخلي بالنا قوي عشان ايالنا فاهمين وجلد الوقتي غير جلد زمان اللي هو المنكسر اللي ممكن يتقبل حاجة دماغه مش متفتحة قوي لا الوقتي فيه لالتنمر ويعني فاهمين حملات الدعاية دي هنا حطيت نصف كمية حليب ونصف كمية مية يعني حابة تحطي كمية حليب كلها حطي وارجع كم الكلامي المفروض دي انا حبيت ان انا اذكرها مع ان المفروض دي حبيت خاصة ما اقولهاش ان احنا نخلي بالنا بقى نخلي بالنا لان ما ينفعش احنا هنعمل عندهم عقدة انا مرة سمعت قصة المروع عزان بتاعت حكاياتنا واحدة مكلمها بتتكلم ان مامتها هي بقت كبيرة ومتجوزة الوقتي وان مامتها كانت دايما بتضربها وتعضها وسايب اثار في جسمها ما كان العض فبتقول لها طب انت كنت بتعملية قلت لا ما بعملش حاجة ما بعملش حاجة حاجة زي زي باقي الاطفال فالله اعلم يا ممكن تكون كانت مستفزة جدا وهي شايفة نفسانية ما بتعملش حاجة بس هي فضلت عندها عقدة فحبيت اتكلم في الموضوع ده عشان كلنا ناخد بالنا يا جماعة الموضوع مش بيعدي بالسهل مش مجرد هم عصبونا واحنا زعقنا وقمنا ونمنا احنا بنقوم تاني يوم نبصهم ونحضمهم واول ما بينام وما احنا بنوع جنبي يوم نعيط يا حبيبي يا ملايكة اسحوا احنا مش هنزعلكو تاني وبتاع ولو لحد تعب بنتنطط ونتشال ونبقى هنموت وروحنا رايحة مننا خالص وانا عارفة عارفة الكلام ده بس في الاخر هو الطفل مش بيفتكل لك الا الموقف الحلو انا افتكل مرة واحدة قريبتي اقيل لي انا عملت البنتي الحلو كله ومع ذلك هي فكرالي حاجات مش حلوة فنخلي بالنا بقى من الموضوع ده انا هنا بقى كنت بعملة صهرة هوت شوكلت وباجي كل فترة كده بنقعد نلعب مع بعض ان شاء الله ولو مسلا حاجة كده نقعد نخميها وحد فينا يغمعنيه ونقعد خمن الحاجة دي في معامين ونقعد نلعب واللي يغلط نعمل عليه احكام حاجات حلوة كده يقف على رجل واحدة مش عارف يرقص شوية نلعبوا مع بعض اي لعبة اه كلها دحكي وزار والولاد تفتكر الجو العائلي الحلو ده مش طول الوقت تنشانة وزعي طبعا ده غير ان انا ما وصكمش طول الوقت نحضنهم وطول الوقت نبوسهم وطول الوقت نقولهم ان احنا بنحبوهم يا بصراحة انا مش معصرة في الحتة دي انا طول الوقت ببوس واحد انهم بحبوكو طول الوقت بقول كده وده قال لي حاجة ان انا اقدر اقدم هلوم بعد كمية العصبية اللي انا بتعصبها قال لبقى الفيديو الحد هنا هيكون عجبكم وكنوا طلعتوا مني بأي معلومة مفيدة تمتم في امان الله شوكوا في فيديو جديد رايب ازن الله مع السلامة وحشون